يجمعنا الله تعالى على كلمة التوحيد ويشعر عليها كجلك تبعاتي من الإخوة والأخوات أننا أقول لألك إخوة يلننا هم غير وعربية عشان عندما يبنينون يفتحوا الضرعي بالإسلام وأنا شعرت هذا في سيارات متعددة لكثير من الدول الغربية أصبحوا امتزاموا من امتزام الحقيقيين لا للأسج الشديد في كثير من الأحيان لو عرفون مأسا لذلك أن يصبحوا أمنا لهم ولهذا ينبغي أن نتخلق لخلق الإسلام لتعرض إلى هذه الصورة المشرقة على الإسلام ديننا انتشر بهذه الإخلاق الكريمة لماذا انتشر الإسلام في إفرعبها وانتشر لذلك في داخل التجار المهمة لما نشكروا الإسلام لإخلاقه لصدقه لأمانته لإخلاصه لشجاعته بقرمه بإيطاره أستقل الله على الزوجل وهذا سعد قبل أن يمون علينا بالإخلاص في السر والعلم ومناسبة الدين الخط أخوة إبراهيم واختار هذا الاسم باسم إبراهيم أخوه معنا كذلك المسلم كذلك قبله أسلم الحمد لله وهذا فقط اليوم وهذا فقط نجرات وما أقول اليوم وإذا الحج حققت ضراجة أفضل من نحن اليوم مسلم وحاج لما نصمع الزوجل قبل ونصمع مصالح الدعاء ومعر الضيب ويجمعنا الله تعالى في جناتي على صعور متقابلة هذا الأخذ الأنور المسلم ولكن أرد أن تشرفوه وأن يشرف في سما كذلك بإعلان الشهادتين تمامكم لا إله إلا الله لا إله أشهده أشهده أن لا إله أن لا إله إن الله إلانا أنه محمد محمد رسول الله رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر شكراist شكرا شكرا شكرا